قطعاً وبلا تردد وهي السياسة أصلاً الأمريكية في موضوع الصين بعد الخطوة خطوة والمخضرم هنري كيسنجر كانت تعتمد دائماً الغموض الاستراتيجي هذا المصطلح الذي يستهدم أنها دائماً ترسل رسائل مربكة للقيادة الصينية حتى عندما تأتي باستحليلات استخبارية ماذا تعني واشنطن وإلى أي مدى ممكن أن تذهب بقرارها دائماً تتوقف عند الدولة العميقة وعند شخصية الرئيس لاحظة عزيزي عندما كان ترمب رئيساً الولايات المتحدة الملكية وقابل نظيره الصيني كان هناك نوع من الندية تماماً كما كان الموقف عند لقائه الرئيس بوتين بالمقابل باراك حسين أوباما الضعف الذي اتسم به عندما قابل مدفيدف في ذلك الحين كان متقدماً بالسلطة ويعتقد أنه دائماً في مناوبة بينه وبين بوتين كان هناك نوع من الضعف الضعف استغلت روسيا لا محالة أن هذا الأمر يعتبر فرصة فعلاً كما وصفتها عزيزي ذهبية ولكن الصينيين يعلمون أن القرار الاستراتيجي في أمريكا وهذه ميزة أمريكا كدولة ديمقراطية صحيح فيه دولة عميقة ولكن هناك مؤسسات القائد الوحيد الذي يملك قرار الحرب والسلم هو الشعب الأمريكي الأم الأمريكية الكونغرس فتعلم الصين وغيرها من الدول كما تعلم إيران وهي تفاوض الآن في قضية الملف النوي تعلم أن المسألة ليست بايدن ولا ترامب ترامب العائد شبه مؤكداً في الأربع وعشرين هي مساحة زمنية الآن هذه الويندو أفورتجينيتي مرة أخرى هناك فرصة هذه النافذة من الفرصة تفكر الآن بمرحلتين ماذا سيجري من الآن ونحن في مطلع أغسطس حتى نوفمبر تتحدث عن ثلاثة أشهر ماذا سيكون الموقف مدام بايدن قلق من خسارته للكونغرس بمجلسيه في نوفمبر والمسألة التي بعدها وهي لا تقل أهمية إذا تمكن الجمهوريون من السيطرة على المجلسين وعزل بايدن هذا يعني عودة جمهورية قوية وتعزيز فرص ترامب بشكل قطعي بالعودة هل يريد الرئيس الصيني وهو يتجه الآن إلى المؤتمر الحزب الذي سيقرر عملياً ضم الخشن أو الناعم لتايوان هل يستطيع أن يخاطر بأن يرحل هذا الملف لترامب قطعاً لا فهي المساحة كيف يراوغ بين هاتين الفترتين ترجمة نانسي قنقر